السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم استر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايقوا يا اصحابي النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح الماس جورنل او كراس الرياضيات منهج كي جي ون الترم التاني وكنا انهينا شرح شابتر ون والنهاردة ان شاء الله هنشرح شابتر تو او الفصل التاني وهو بيبدأ من لسون 71 حتى لسون 80 او درس رقم 80 وزي ما احنا متعودين نكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونوصل لبيج 106 او صفحة 106 وهي لسون 71 او درس رقم 71 وانوانه use the 10 frame to help you make 10 يعني استخدم كتار العشر مربعات to help you ليساعدك make 10 make 10 يعني ان انت تكون رقم 10 فزي ما احنا شايفين يا اصحابي عندنا هنا ال 10 frame ده ال 10 frame زي ما احنا عارفينه بيبقى فيه 10 squares 10 squares او 10 مربعات طبعا هنا one two three four five six seven eight nine ten هو هنا بيقولك use استخدم ال 10 frame ده علشان يساعدك تكون رقم 10 أو to help you make 10 فهنا هنكتب في كل مربع من المربعات دي او في كل سكوير number من واحد العشرة فهنكتب هنا number one هنا two three four five six seven eight nine and ten ونوصل ل page 107 او صفحة 107 وفيها lesson 72 او درس رقم 72 وبيقول لنا هنا use استخدم the 10 frame the 10 frame اطار العش to play to play لتلعب the cup game cup game the cup game يعني لعبة الاكواب show 10 show 10 يعني وضح رقم 10 then sink ثم بعد ذلك فكر of another way بطريقة to show 10 ان انت توضح رقم 10 برضو and draw it below draw it below يعني وارسمها بالاسفل فهو هنا يا اصحابي في اه طبقا لدليل المعلم المفروض الميستر او الميس هيقول لكم احنا عندنا هنا six dots في هنا ست نقاط في ال 10 frame هنا نلاقي في هنا dot وهنا 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 dot فالمفروض هنا في six dots من واحد لستة one two three four five six وفي اربع مربعات او four squares ما فيهمش اي dot ما فيهمش اي حاجة فهو اه طبعا انا هقول لكم لو انا معاكم في ال classroom هقول لكم عايزين نعرف فاضل اد ايه في ال اه على ال 10 frame ده انه هو يكون لنا number 10 انا معايا دلوقتي بقيت dots المفروض نكمل بيها ال 10 frame عايزكوا تقولولي ايه في الكب بتاعي اللي في ايدي ده او الكباية اللي معايا في ايدي دي فيه كام dot او فيه كام نقطة نقصة علشان نكمل ال 10 frame وهسابكوا شوية تفكروا وطبعا كل واحد فيكوا هيحاول يعرف الاجابة بطريقة معينة وفي الاخر هنتفق على حاجة علشان نعرف عدد dots النقصة وايه في كام او او انا معاي كام نقطة في الكب اللي في ايدي هنعمل ايه اصحابي شاطرين هنعد therecq två او المربعات الفاضية شاطرين سلعح sol اللي ونعمل ايه كام دوت عامي هنعمل ايه خام دات كام دوت او او ايه ورشان نعمل ايه ففي هنا في 4 دوتس نقصة او في اربع نقصة فبالتالي انتو هتيجوا تقولولي يا مستر انت معاك 4 دوتس او اربع نقاط في القب اللي معاك وبالتالي انتو اجاوبتوا اجابة صحيحة وهناعمل هنا هنكمل الدوتس النقصة 1 2 3 4 وهنبقى عارفنا الاجابة وكوننا كمان نومبر 10 بشكل سليم وعايزكم اصحابي تبقوا عارفين ان شابتر 2 او الفصل التاني بيتكلم عن مواضيع جميلة اوي وشيقة جدا في الماس واغلب شابتر 2 المفروض احنا ناخد الشرح بتاعه في الكلاصروم او في حجرة الفصل واحنا بناخد حاجة اسمها الماس اكتيبيتي او انشطة الرياضيات مع المستر او المس بتاعتنا هيعلمونا ازاي نعرف الارقام من 1 ل 10 وازاي نستخدم النقط زي ما احنا عرفنا دلوقتي فان احنا نعرف الاعداد او الارقام النقصة في 10 فريم زي ما احنا عملنا دلوقتي وازاي كمان نعرف حاجة اسمها الاعداد الترتبية او ترتيب الاعداد مين هو الاول ومين هو التاني ومين هو التالت والرابع والخامس هنعرف ده انجليش طبعا وهنعرف كمان اسماء الشيبس او الاشكال الهندسية هنعرف السيركل والسكوير والترايانجل والريكتانجل وهنفتكر اسماءها مع بعض وهنعرف كمان الاماكن او الـ او حروف الجار الخاصة بالاماكن اللي هي اعلى واسفل وبجانب وامام وخلف وبجوار دي حاجات لازم نعرفها مع بعض هنقولها دلوقتي وفي الاخر خالص هنعرف حاجة اسمها الـ umh هنعرف مع له نضيف نالة نضيف هناليا نرى الآن في الماس جورنل بعد لسن سيفنتي تو وصلنا على طول لحد لسن ايتي او درس رقم تمانين فالفرق الموجودة اللي هي من لسن سيفنتي سري لحد لسن ايتي او من اول لسن سيفنتي سري من اول درس تلاتة وسبعين لحد الدرس تمانين دي المفروض تدروس انتو تعرفوها وتتشرح لكم في الكلاسروم او في حجرة الفصل عن طريق حاجة اسمها الماس اكتيفتي او انشطة الرياضيات فاحنا هناخدها دلوقتي مع بعض وبعدين هنرجع تاني للماس جورنل علشان نحل لسن ايتي او درس رقم تمانين وبكده نكون انهينا شرح شابتر تو مع بعض وفهمناه وبقينا شطرين كلنا فاول حاجة لازم نعرفها مع بعض يا اصحابي تكارها تاني هي النومبرز او الارقام from 1 to 10 من 1 لعشرة ازاي بنكتبها وازاي نعرف اسمها بالحروف كمان 1 O N E 1 1 2 T W O 2 2 3 T H R E E T H R E E 3 3 3 3 مع اي عبدالله انت و عبدالرحمن 4 4 4 F O U R 4 4 4 5 5 5 F I V E 5 5 5 6 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 ولوراية يوصف انت وجانا شاطرين كلكو 7 7 S E V E N 7 8 8 E I G H T 8 8 9 N I N E 9 9 10 10 T E N 10 10 وبكده يا اصحابي نكون رجعنا مع بعض على ال numbers from 1 to 10 وعرفنا ازاي بنكتبها بالحروف كمان ولازم نحفظها كويس فدي حاجة مهمة تاني جزء لازم نعرفه احنا بنشرح chapter 2 لازم نعرف الاعداد الترتيبية او ازاي بتكلم عن ترتيب الاعداد المركز الاول والمركز التاني يعني لو احنا في مسابقة مثلا مين اللي هيطلع الاول الاول واحد سبق طب المركز التاني اللي وصل بعد منه اللي وصل بعد منه على طول طب number 3 التالت يسمها الاعداد الترتيبية او the ordinal numbers the ordinal numbers الاعداد الترتيبية اللي احنا عايزين نعرفها هي من الاول للخامس الكلام ده طبقا لدليل المعلم فالاول اللي هو وصل اول واحد في المسابقة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية بنا نسميه first first يعني الاول first 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 يعني الاول ولي ورايا يا رفايدة first first يعني الاول second 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 يعني الثاني ثاني واحد وصل في مسابقة الجري اللي احنا قلنا عليها بعد منه المركز الثاني ده اسمه second second يعني الثاني second s-e-c-o-n-d second قولي ورايا يا جنا second third third يعني الثالث third third يعني الثالث third t-h-i-r-d third third الثالث قول ورايا يا ملك third third يعني الثالث force force يعني الرابع force f-o-u-r-t-h force 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 يعني الرابع force واخر حاجة يا اصحابي fifth fifth يعني الخامس fifth f-i-f-t-h fifth fifth يعني الخامس وده اخر واحد وصل في المسابقة اللي احنا بنتكلم عليها مع بعض و لازم نكون عارفين يعني ايه first ويعني ايه second ويعني ايه third ويعني ايه fourth ويعني ايه fifth و لازم كمان يا اصحابي احنا بنشرح شابتر 2 لازم نكون عارفين اسماء الاشكال الهندسية ونفتكرها مع بعض السيركل والسكوير والترايانجل والريكتانجل دي بيسموها ال two dimensional shapes او الاشكال سنائية الابعاد طبعا ده مش مهم بالنسبة لكم المهم ان انتو تبقى عارفين يعني ايه سيركل ويعني ايه ترايانجل ويعني ايه square ويعني ايه rectangle تعالوا نرجع عليهم مع بعض السيركل زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي عادي شكل السيركل سيركل يعني دايرة سيركل 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 ربيت بعد ايه سيركل سيركل سكوير سكوير اس كو يو اي 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 سكوير سكوير قول معي ياسين square rectangle 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 قول معي يوسف شاطر rectangle واخر حاجة triangle 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 يعني مثلث triangle و لازم كمان يا أصحابي نعرف حاجة اسمها prepositions of places أو حروف الجر الخاصة بأماكن الحاجات اللي حوالينا لازم نبقى عارفين يعني ايه فوق ويعني ايه تحت ويعني ايه إلى جانب ويعني ايه أمام ويعني ايه خلف لازم نعرفين اماكن الحاجات تعالوا نعرفها مع بعض مرة تانية طبعا مطلوب مننا هنا نبقى عارفين يعني ايه فيه فيه داخل زي هنا البرد ده او الطائر ده فيه فيه يعني ان اي ان فيه ان اعلى يعني حاجة فوق حاجة اعلى يعني حاجة فوق حاجة طبعا زي البرد ده ما هو طاير فوق القطعة الخشب دي فده اسمه اوفر اوفر يعني اعلى اوفر يعني اعلى اوفر 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 يعني اعلى طب اسفل بقى لو هو موجود تحت قطعة الخشب دي اسفلها فده اسمه اندر اندر يعني اسفل اندر 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 يعني اسفل خلفة خلفة يعني ورا حاجة معينة واقف وراها واقف خلفها زي البرد ده ما هو واقف ورا البوكس ده او الصندوق ده ده اسمه بيهايند بيهايند يعني خلفة بيهايند بيهايند يعني خلفة بي اي اتش اي ان دي بيهايند بيهايند يعني خلفة طب حاجة فوق موجودة فوق زي البرد ده ما هو طاير فوق كده مثلا في السحاب ده اسمه اب اب يعني بالأعلى اب يعني بالأعلى اب اب يعني أعلى فوق في الاتجاه اللي فوق أسفل بقى لو حاجة مثلا في الاتجاه الأسفل تحت دي اسمه down في الاتجاه الأسفل أو متجهل تحت ده اسمه ايه؟ اسمه down down يعني أسفل d-o-w-n down 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 طب إلى جانب زي البرد ده ما هو واقف جنب الصندوق أو next to the box next to يعني إلى جانب next to next to next to إلى جانب ولي ورايا يا عائشة next to next to إلى جانب وأمان بقى حد واقف قدام حاجة معينة واقف أمامها مش خلفها اللي هي عكس behind in front of in front of يعني أمام in front of in front of يعني أمام i-n f-r-o-n-t o-f in front of أمام in front of أمام وعلى طبعا على زي مثلا ما حط حاجة فوق حاجة تبقى فوق منها ولمساها كمان زي البرد ده ما هو واقف على البوكس ده ده اسمه on on يعني على on repeat after me on on يعني على أو in on نقولها مع بعض تاني بس أنتوا تقولوا ورايا أصحابي in 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 يعني في over 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 يعني بالأعلى under 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 يعني أسفل behind 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 يعني خلفها على صدق ورايا behind 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 يعني خلفها up 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 أعلى على صدقكم كمان شوية مستمعكم كويس up 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 يعني أعلى down 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 يعني أسفل down 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 يعني أسفل يعني أسفل next to next to next to يعني إلى غانب شاطر يا معايز برافو عليك على صوتك next to next to next to next to in front of in front of أمام we on 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 يعني على علي صوتك يا يوسف شوية وركز معايا on 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 يعني على وبكذا نكون خدنا الجزء ده وعلشان ما طولش الفيديو عليكو المرة الجاية والدرس الجاي هناخد ال number line او خط الاعداد وازاي بنجمع عليه وازاي كمان بنعمل عليه عملية سابتراكشن او عملية الطرح واتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان واللينك بتاعتها موجودة في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته